انطلاق منصة التمكين والوظائف لذو الإعاقة التي تتضمن مميزات عدة وخدمات متنوعة لذو الهمم أبرزها توفير مقاعد مجانية في المدارس الأهلية للأسر محدودة الدخل منهم وإعفاءهم من سنوات الانتظار للدراسة الخارجية بمراحلها كافة فضلا عن تأمين تكاليف العلاج داخل وخارج العراق وغيرها من الامتيازات منصة بها عدة حقول وعمدة بوابات لإمكان المواطنين المستفدين من ذوي الإعاقة التقديم من خلال هذه المنصة كان سابقا للطلبة المتقدمين للدراسات كانوا سابقا حقيقة هذا من ما يؤدي إلى انتظار السنوات لغرض مضي سنتين على تقديم الدراسات الخارجية فهذا بالإمكان على القانون الجديد على تقديم من خلال هذه المنصة هي بإمكان التقديم فورا على الدراسات الخارجية ذوي الإعاقة أدنى نسب تبدأ من 50% لغاية 70% الذين يعتبرون من ذوي الإعاقة يستفادون من القانون من امتيازات أخرى ولكنهم غير مشمولين براتب المؤين أو التفرق الوظيفي ومن أبرز أهداف منصة تمكين الخاصة بذوي الهمم تدريبهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم وفقا لحاجة السوق إذ يؤكد معنيون وجود نحو ألف متدرب من ذوي الهمم مسجلين في قاعدة بيانات الهيئة المعنية في البرنامج الحكومي هناك أدنى دارة تخطيط المتابعة مهتمة بموضوع تدريب المعاقين وبحدود أكثر من ألف أدنى تقريب تدريب بغداد المحافظات لهذه الوظائف حاليا يقعد دخلهم دورات حتى يستفادون من هذه التدريبات ويدخلون سوق العمل هناك منصة يقدم عليها للتوظيف نفس الشيء وكافة الامتيازات للتعليم للدراسات للموضوع التقدم على السيارات أي امتياز بالهيئة بالقانون هو يقدم على منصة التحول الإلكتروني في المؤسسات والدوائر الحكومية مكن أغلبها من إيطاحة خدمات إلكترونية مجانية تخدم فئات عديدة كالتي وفرتها وزارة العمل كمنصات مهن وأرزاق وتمكين وغيرها ما سهل عمليات التقديم على هذه الخدمات من دون جهد وعناء وفق مختصين سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر